وفكر كل أبنائنا وكل أولادنا اللي بيدوروا على قدوا وبدوروا على تاريخ تاريخنا عريق وتاريخنا عظيم وتاريخ عسكريةنا من ميناء إلى عبدالفتاح السيسي أيضا عريق بقول تاني وقلتها أكتر مرة بس بألح فيها تاني عشان الناس تروح تقرأ تاريخ البحرية المصرية البحرية المصرية اللي صالت وجالت الأسطول البحري المصري في المتوسط في اليونان فرنسا في عبد الدول العثمانية الجيش المصري الأسطول المصري تلقى استغاثة سنة 1864 استغاثة من مين من نابليون الثالث بيستغيث بالأسطول المصري الحقونة إحنا أسطولنا محاصر وبيغرأ فين في خليج المكسيك تخيلوا إنتوا عارفين المكسيك فين في أمريكا هناك في قرد أمريكا الشمالية بقول إنه إحنا عندنا تاريخ حقيقي عندنا تاريخ ناصع عندنا تاريخ يستحق القراءة فكل عام والبحرية المصرية والجيش المصري بخير وتحية مصر ترجمة نانسي قنقر